يا مساء الكير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة اليوم مهمة لأن بصراحة فيه كم قضايا كده عايزين نتكلم فيهم وأنا هتتطرق ليهم ونقشهم مع حضراتكم في السيجمنت اللي جاي على طول وهي كلها قضايا تتعلق بالنادي الأهلي وكيف يتناول الإعلام خسارة النادي الأهلي بالتحديد فجزئية أكيد هنتكلم فيها بشكل مفصل يعني لأن بعض الأخبار كمان بتبقى مستفزة شوية فهنعلق عليها كما هو المعتاد خصوصا في إطار محاولة البعض الاستخدام التريند فإحنا التريند بقى إحنا اللي هنعلق على الحاجات الزيدي فدي جزئية مهمة بخلاف طبعا بعض الأخبار المحلية والعالمية اللي هنتطرق لها في فقرات أخرى من حلقة اليوم وده أمر إحنا معتادين عليه لكن الأهم كالعادة توصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة النهاردة وإحنا عارفين أن الأهلي بكرة عنده مطش مهمة جدا جدا قدام فرقه ومطش صعب في الحقيقة فتوقعات حضراتكم لتشكيل الأهلي في هذه المباراة مباراة بكرة الساعة 3 عفوا يوم الثلاثة الساعة 8 على السادة اسكندرية فناخد توقعات حضراتكم للتشكيل في الجزء الأخير بعد تواصلكم من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام البداية بأهم العنوين تعالوا نشوف في ترند الأهلي الموسماني يعلن القائمة ومعسكر مغلق استعدادا لفرقه وكمان الرئيس المريخ يؤكد ملاقات الأهلي في اللاقاهر وأخيرا رايان وكوكا ضمن حسابات المنتخب قبل مواجهة السنغل مطشات النهاردة إيه؟ النهاردة في الدورة المصري في مطشين مطش أولاني اتلعب ما بين إسترن كومبني وسيراميكا كليوباترا النتيجة كلست كاملة جميع واحد سفر الإسترن كومبني فبالتالي فوز مهم جدا وأول فوز لهم في بطولة الدوري في مفاجأة تعتبر لأن إسترن كومبني ده تاني موسم لهم في إسترن كومبني إنهم يكسبوا هذه المباراة فطبعا يعني حاجة كبيرة بالنسبة له المباراة التانية ساعة 5 ونص مباراة الاتحاد السكندري مع طلاقة على الجيش مباراة ستكون قوية جدا جدا في الحقيقة ده بخصوص الدور المصري أما بخصوص الدور الأسباني فمباراة وحيدة النهاردة الدور الأسباني خلاص بقى دلوقتي إيه برشونة راجع جماعة وأربعاته ونتائج كبيرة ما شاء الله عليهم ودمبلي كمان رجع وحاجة حلوة قوي يعني فرغم أن أنا من عشاق ريال مدريد لكن برضو لما برشونة يبقى في حالته فنشوف إصارة قوية جدا في بطولة الدور الأسباني حتى لو راحل رونالد وميسيا فالنهاردة مباراة وحيدة في الدور الأسباني ما بين جرناطا وكادش والمباراة هتكون الساعة 10 بالليل الدور الإيطالي أتالنتا هتلاعب سامبدوريا الساعة 10 للعشرة مش عارفش مينة 10 للعشرة بس هي الناس دي ضقيقة قوي يعني في الحقيقة ملناش دعوا به ده فيما يتعلق بمباراة المختلفة في مختلف الدوريات سواء محليا أو أوروبا بعد الفاصل كلام كتير جدا مهم استنونه طيب بصراحة كده أنا عندي شقين عايز أتكلم فيهم الشق الأولاني بيتعلق بانتقاد موسيماني واضح أنه هو يعني إيه شيء لابد منه أن الناس كده حفظه أو جماعة موسيماني بيكسب بيخسر إحنا لازم ننتقده أنا هنا كلامي موجه لبعض المحللين بعض المحللين وأنا حقول لكم حاجات أنا عارف أن أقول لكم إيه كويس قوي بقى وده على مسؤوليتي أنا يعني على مسؤوليتي الشخصية معظم أو بلاش معظم بعض محللي كرة القدم اللي بيطلعوا لحراركم بتشوفوهم كده على الشاشات بعضهم بعضهم عشان كلم يبقى إيه مظبوط اللي بتشوفوهم على الشاشات بعد المطشاط أو خلال البرامج أو أي حاجة بعضهم والأغلب شوية ما بتفرجوش أصلا عن مطش أصلا أنا عارف أن أقول لحرارتك إيه هو بيعمل إيه يقول لك تعال النهاردة مطش الأهلي مثلا وأي حد فيقعد كده يعمل أي حاجة يرغي يمسك الموبايل يأكل يشرب البعض ماشي ومطش مختصة هيا جماعة مطش خلص كامل الأهلي كسب طب ماشي تعال نشيد بالمسلماني ونحاول بقى أننا نأمل إيه يعني قال يعني تابعنا المطش نقول لك بس هو غلط في كذا أو أعمل كذا أو كلام منت يالي هو لازم برضو إيه ننطقت طب يا لو النتيجة مش فوز الأهلي النتيجة خسارة الأهليات لأقول لك إيه أصل المسلماني مدرب تعبان أصل هو لازم يمشي وهو أصلا ما تفرجش على المطش اسمع مني والله العظيم اللي أنا بقوله لحضراتكم ده بيحصل بعض محللي كرة القدم من من هم مارسوا هذه اللعبة ما بيتفرجوش على المطشات قبل ما يحللوا وقبل ما يظهروا لحضراتكم ويقولوا لحضراتكم وجهة نظرهم في المطش فده بيحصل فبالتالي أنا مستغرب يا جماعة هو الراجل ده عمل لكم إيه يعني الأهلي أخص من سان دونس هل الخسارة معناها أن المدرب وحش مجرد خسارة معناها أن المدرب وحش ولا مفروض كمحلل أنا راجل مش محلل يا جماعة أنا واحد مشجع بحب الأهلي جدا إعلامي بس مش خبير تحليليا أنا بتكلم بصراح أنا مش خبير تحليليا بس مش معنى أن الراجل خسر أنه هو يبقى وحش أو غلط أو فيه أخطاء وارد أن يكون فيه أخطاء بالمناسبة لكن ما ينفعش أقول أنه هو لا يصلح ما ينفعش خالص حضرتك بتحسب أو بتقيم إزاي أن المدرب ده كويس ولا مش كويس طب ببص على الأرقام شوف المدرب ده بيوصل الفرقة لمرمى المنافس قد إيه عد كده اتعب نفسك زي الشباب اللي يفرحوا اللي احنا بنتفرج عليهم ونشوفهم ساعات فيه شباب ممتازين وفيه محللين كرة قدم ممتازين بالمناسبة وبتفرجوا فيه كده وفيه كده بس الشباب بصراحة بس الشباب بصراحة ليه بتحس أنه هم بيتكلموا وبيقنعوك في التحليل عشان بيذكروا منتهى البساطة لعيب الكرة السابق مع كامل احترام لبعضهم لبعضهم يعني بعض من لعيب الكرة السابقين بيعملوا ايه ما بيتعبوش نفسهم بيعتمدوا على الخبرات مش بيتفرجوا مش بيذكروا مش واخدين انه دي شغلانتهم مش واخدين انه فيه ناس من اللي بيتفرجوا عليهم بيصدقوهم عشان هم لعيب كبار فانا بطلب من لعيب كرة القدم المحللين حاليا انه هم يذكروا ما فياش اي مشكلة من بعضهم انه هم يذكروا لما هتذاكر هتقدر تقيم صح مش هيبقى العنوان الرئيسي بالنسبة لك والتوجه الاساسي بالنسبة لك ان هو انا اطلع انتقد مسماني ان هو انا اطلع اقطع في الرجل ده اللي هو ازاي الرجل ده ماسك الاهلي الرجل ده ماينفعش لا ده من الصح لانا اسمعت احد المحللين اللي لعبوا كرة عشان الاهلي خسر ومسماني خسر فقال لك الراجل غلط وازاي يلعب مش عارف بتلاتة وازاي يلعب مش عارف كم وأصلاً مش واخب باله الأهلي اللعب عنه طريقة سواء في المطش ده أو حتى بمتكلم على المطش المقص والله قال طريقة لعب الأهلي في مطش المقص قالها غلط قالها غلط مش بقولك إن أنا بفهم بقى وإن أنا جامد لا أنا بقولك فعلاً هو قالها غلط فدي أمثلة للأسف الشديد من غير ما أذكر أسماء بس للأسف الشديد ما تسدقوش يا جماعة كل الناس اللي بتقدر على فكرة وأنا هنا هخص بقى بالذكر حد معي الأستاذ الكبير حسن مستكاوي أنا أجيب لحضراتكم بالإسم الراجل ده أنا كل يوم بحترمه أكتر في الحقيقة يعني ليه؟ سألوه بعد مطش سون داونز رأيك إيه أستاذ حسن وتقييمك إيه المسيماني في بعد المطش ده وبعد خسارة النادي الأهلي قال بص يا جماعة أنا تفرجت على الأهلي وعلى مسيماني فترة فاتت كلها الراجل كان عامل شغل كويس جداً فمش من منطق النظر أنا أطلع يعني أنا أقول دلوقتي أنه هو مدرب وحش أقول أنه عنده أخطاء كثيرة أقول أنه هو مدرب ما ينفعش شخصية زي دي لازم تحترمها اللي هو ما ينفعش أنا مبارح بقول أن المسيماني مدرب جامد قوي مدرب عظيم جداً واجه عشان خسر مطش الأهلي فيه وصل كثير جداً جداً للجنو ضيع كثير جداً وما كانش فيه توفيق أقول أنه هو مدرب مش نافع أقول أنه هو ارتكب أخطاء كثير قوي أن كل حاجة عملها في المطش غلط وزائع على رأي مسماني نفسه في مؤتمر الصحفي قال لك أنا لو كنت مثلاً كسبت النهاردة كنت هتقول لي رغم أنه ممكن يكون عندكم حق في بعض الحاجات والراجل وقع جداً بس كنت هتقول لي كويس ما كنتش هتسألوني الأسئلة دي ما كنتش هتقوله الكلام ده فواحد زي الأستاذ حسن مستخوي تحترمه جداً لأنه بيحترم من المشاهد أو المستمع أو كلاماً لكن في المقابل البعض الآخر ما بيحترمش من هم يشاهدونه أو يستمعون له للأسف الشديد طيب تعالوا في الشق التاني بقى لأنا عايز أتكلم فيه وهو برضو بيتعلق بخسارة النادي الأهلي في مبرات صندوق مجرد يا جماعة مجرد خسارة ماتش لقيت عنوان على فيديو النهاردة الصبح أول نصحيت على اليوتيوب من أحد اللعبين الصفوكين في النادي الأهلي وهو إعلام ومش هقول قسم ومستغرب بصراحة ليته بيقول ليه بيقولك الكابتن حسام غالي وشركة الكرة بالنادي الأهلي ولجنة التخطيط للكرة رفضين استمرار مسلماني وعايزينه يمشي أعود الله إذا ما أقول لكم كده أعمله سيرش على العنوان ده حتلاقوه على اليوتيوب فأنا بصراحة فأنا بصراحة يعني استغربت جدا يعني عايز أفهم إيه بقني منطق ده أنت الراجل ناقص تقول والجمهور والجهاز الفني المعاون ولعبت الأهلي كلهم مش عايزين مسلمان يمشي بقى أنهي منطق الراجل محقق إنجازات زي دي وتطلع تقول كلام زي ده غرضك منه إيه دائم دائم غرضك منه إيه أن أنت تكون بتقول أخباره خلاص أن أنت تكون عايز تبقى ترند بس والله ترند ما ببقاش بالطريقة دي عيب والله العظيم عيب أو حاجة تانية بقى في بعض الإعلامين القلائل في الحقيقة جدا بقى أنا هنا بقولك القلائل اللي بيعتمدوا بشكل كبير أوي على الإعداد ورئيس التحرير في اللي يقوله له أطلع أقوله من غير ما أفكر فيه ما هو يعني زملائنا في رئاس التحرير أي برنامج أو فريق أعداد أي برنامج وارد أنهما يبقوا صح وارد أنهما يبقوا غلط إلا أنت بتصق فيهم سكة عمياء زي حالتي كده لكن في نفس الوقت لازم تفكر في الكلام مش أي حاجة تطلع تقولها وخلاص وهي حاجة غير وقعية وغير حقيقية لمجرد أن الأهل يخسر ماتش من سان ده في الأسف الشديد أنا حبيت بس أتكلم في النقطتين دول عشان جمهور النادي الأهل يبقى واخب باله ويبقى شايفي الترند السلبي وبنبرز برضو الترند الإيجابي لأن حاجات زي دي ما يفعش يتسكت عليها لأولا مرة دي ما قلتش أسماء بس على كده الأمور هتبقى واضحة قوي فحنتطر نتكلم في أسماء وحنتطر نوضح كل شيء فالأسف شديد دي حاجة من الحاجات المستفزة اللي حبينا نعلق عليه ده فيما يتعلق بالنقطتين دول أنا هروح لفاصل بعد الفاصل هرجع أتكلم شوية على استعدادات النادي الأهلي لمبراط فاركو لأن المبراطة مهمة وصعبة قوي وحنشوف الأهلي النهاردة كان عنده مران ختامي في إطار هذه الاستعدادات هنتطمن على كل أخبار الفريق وكمان نشوف الأمور هتبقى ماشية ك Seite مبراط فاركو لأنها مبراطة في الحقيقة صعبة وفريق فاركو وفريق قوي هنتتكلم بالتفصيل بعد الفاصل استنعين طيب كيف استعدى النادي الأهلي لمبراط فاركو خليق الله حرد تكم الأول قايمة الفريق لهذه المباراة اللي أعلن عنها موسيماني بعد مران كانت صبح النهاردة للأهلي القايمة ضمت 22 لاعب دي بالمناسبة القطاط للتمرين الأخير النهاردة للفريق قبل السفر الإسكندرية لمعسكر الخاص بمباراة الغد 22 لاعب في قايمة النادي للأهلي محمد الشناوي علي لطفي ومصطفى شوير رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمود وحيد وحمدي فتحي أليو ديانج هكذا دخلنا عن نص الملعب زي ما حركم شايفين كده قايمة على الشاشة عمر سولاية حسين الشاحات محمد مجدي أفشا محمود أو محمد محمود وبرسيتاو وطاهر محمد طاهر ولويس ميكي سوني وأحمد عبدالقادر محمد خليفة نصير وحسام حسن ومحمد شريف بيغيب عن القايمة مين النهاردة؟ ياسر إبراهيم بسبب إصابة وأيمن أشرف عشان عدم الجاهزية احنا عارفينه أيمن عنده ألام في الرجبة إن شاء الله ممكن يكون جاهز على مبارات المريخ يوم السبت اللي جاي بإذن الله تعالى الساعة تسعة على أستاذ القاهر دي قايمة الفريق طيب من ضمن كمان الأخبار النهاردة مسماني حاضر اللاعبين بالفيديو وقال لهم على بعض النقاط اللي بتتعالق بفريق فرقه فرقة قواية وأكيد كلهم تابعين الدور وشايفين الفرقة دي كويسة وبتضم أسماء كتيرة جدا مميزة فبالتالي مباراة أكيد بتكون صعبة فمسماني تكلم في نقاط كتير جدا جدا في هذه المباراة وعلى نقاط القوى الضعف الخاصة بفريق فرقه وإزاي أن نحن نقابل الفريق ده ونتغلب عليه بإذن الله تعالى في المقابل كمان كان فيه تدريبات بدنية وتأسيمها قوية ومران مكسف لحراس المرمى وده أو دي الفقرات الطبيعية اللي بتحصل فيه التدريبات خصوصا للتصبق المباراة كلها أمور مهمة في الحقيقة طيب خليني نروح سريعا لزاملنا العزيز فاروق صلاح مرئيس القناة الأهلي اللي كان حاضر مران الأهلي اليوم عشان نطمم نخلاله على كل جديد يتعلق بالفريق قبل موراد بكرة يا فاروق أهلا بيك كل تحيالي كامير وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدينا متابعي شاشة قناة الناد الأهلي ومتابعي برنامج الترندي في كل مكان أهلا بيك يا فاروق عايزين نطمم نخلالك على استعدادات الأهلي لمباراة بكرة إن شاء الله وإزاي تابعة المباراة النهاردة وأبرز ملامحين يعني خلينا أقول لك أمير خلاص إحنا قفلنا صفحة مباراة ساندونز الأخيرة لكن قبل يعني نفل النقطة دي بالتحديد كان فيه جلسة جامعة ما بين كباتا الناد الأهلي شناوي وولي سليمان ورم ربيعة وأيمن أشرف نهاردة مع اللاعبين المجموعة اللي اجتمعت اللاعبين يعني جلسة كده جامعة اللاعبين يعني يعني كلمت مع بعض على أهمية المرحلة القادمة وضرورة إن شاء الله إن الفرصة الحالية اللي فيها الناد الأهلي والحق البطولة الأفراقية للمرة الثالثة على التوالي ده إنجاز هيتضع في تاريخ الناد الأهلي في القرى السمراء العيبة شددت مع بعض على ضرورة خلاص عندنا أربع لقاءات بدأ من سانداونز والمريخ والإلال وثم المريخ أربع لقاءات في غاية الأهمية بيوعدوا إن شاء الله الجميع إن نحن نحق 12 نقطة في هذه المباريات ثم كان فيه جلب جبعة بين مستربيبس المسلماني واللعبين ومحضر الفيديو طبعا للحديث عن مباراة فاركو والاستعداد نتعرف أمير يعني كل 48 ساعة لقاء ومباراة بتبقى الأمور صعبة جدا أنت تشتغل على بعض النقاط بيبقى في أدية الحدود بتقدر تصحح الأخطاء أكيد كان في إيجابيات وسلبيات طبعا في مباراة لسانداونز الأخيرة لكن مستربيبس المسلماني النهاردة في محاضرة الفيديو طبعا نتكلم مع اللعبة بشكل مستفيد شوية في الشق يعني المكام من فرص المخدارة وقال أن يعني لازم نستغل أنصاف الفرص إحنا مقبلين على مباراة صعبة في دارة المجموعات إن شاء الله يبقى فيه بعد كده للصعود والأدوار الأخصية المباراة بتحسن بفرصة فطالب اللعبة بدلولي التركيز في هذا الأمر أيضا عارب بعض لقاطات الفيديو الخاصة بفريق فاركو وشدد أنه فريق منظم جدا وفريق معجهة فن محترمة واحدة من المباراة الصعبة جدا المحاطات الصعبة وبيتزيد أيضا من صعوبتها أني كمان هيبقى مباراة المريخ السوناني ثم مباراة بيراميدي ثم يعني الصفر إلى جنوب أفراقيا ثم عقب محاضرة الفيديو انطلق المران أمير بالأمس كان طبعا حالة الزعل لسه على وجوه اللاعبين شعنها بالأمس في المران أريد أن أقول لك النهاردة هو زعل أمير بس تقدر تقول خلاص فيه تركيز بقى جديد من اللعبة فيه هدف فيه طموح عن اللعبة إن شاء الله نحن نحن نتيجة أمام فريق فارقو مباراة قادمة صعبة جدا كان فيه جدية جدا من اللعبين شاهدناها في المران يعني من النهاردة معظم اللعبين أمير أنا أطمين بتظهر بشكل أكثر من رائع إن شاء الله يعني تكون جداية إن شاء الله المرحلة القادمة مباراة فارقو تدريب يعني اللعب ظهر بشكل أكثر من محمد مجد أفشا النهاردة مستر بيسو مسيماني وبيلعبه مركز عشرة واحد من اللعبين إن شاء الله المؤثرة في المدر محمود متولي ظهر ده أمير بالمنزة ظهر بشكل أكثر من رائع وعايز أقول لك على نقطة مهمة جدا بالنسبة محمود متولي محمود متولي أمير خلاص بيشارك في التدريبات الجماعية ولكن هو فيه جانب تأهيلي يعني برنامج موضوع لمحمود متولي من يعني لوهو رجع من قطر هيستكمله هنا في القائرة هو يعني بيأدي الشقين الشق اللي هو التأهيل البدني وأيضا بينزل التدريبات الكرة مع العبين واحد بن العاب أيضا المستر فيتشو مستمعي يتكلم معه إن شاء الله يكون موجودنا على الفريق بصورة في المباراة القادمة تقدر تقول كل الأمير خلاص أمير جهدين إن شاء الله أعيز أطمنك برضو على ياسر إبراهيم اللي خرج من قائمة النادي الأهلي اه أي مشكلة ياسر أقول لك أمير أنه أمير ياسر إبراهيم بعد مباراة صندوز كان شعر بجهد في العضلة الخلفية بالأمس فضل الجهاز الفني أنه ما ينزل التدريب بالأمس التدريب اليوم اشتكى برضو ياسر إبراهيم قبل المرام من العضلة الخلفية فالجهاز الطبي اللي ندل اللي يعني إن شاء الله يجري إشاعة خلال الساعة القادمة ستظهر نتيجتها ياسر إبراهيم هيتحدد بنان عليها أمير يعني إن شاء الله ينسب لحق إن شاء الله بمباراة المريخ السوداني لكن زي ما أنت عارف أنه خلاص خرج من قائمة الناجي الأهلي لمباراة الفاركو باستثناء ياسر نهاردة أيمن أشرف نهاردة كان بيؤدي الجلسات التأهلية حول الملعب أنا سيوارد واحد من اللي ندعيج خلال الفترة القادمة هينكون موجود مع فريق يلحق ماتش المريخ يا فاروق يعني تقدر تقولي يا أمير لسه من حالة طبيعة مش مؤكد المؤكد الأمر يعني لسه الجهاز الطبي يعني تعرف أن الدكتور رحمد أبو عبلا موجود مع مر في النمسة دكتور رسامة مصطفى طبيب المشين هو الموجود مع الفريق طبعا يتابع هذا الأمر ويتابع البرنامج التهيلي طبعا بالتنسيم مع الدكتور رحمد أبو عبلا في أمر الخاص بأيمن أشرف لكن انتظرت هي أمير إن شاء الله بنسبة كبيرة إن شاء الله أيمن أشرف يكون موجود في هذه المباراة مع إن شاء الله عودة يسر إبراهيم مع وجود رامر ربيع مع محمد عبد المنعم النهاردة أيضا القايمة بتشهد عودة محمد مصير لعب موليد 99 اللي نضم للقايمة النهاردة حد من اللعبة برضو اللي كانت شفنا الأسكندرية بتمام الساعة الثامنة فريق لس متحرك يا أمير يعني تقدر تول من 45 ديال فريق تحرك من الأستاذ المختار في الطريق إلى الأسكندرية إن شاء الله يوصل بالسلامة ويحقق الانتصار بإذن الله على فريق فارقو في التورس الدوري الممتاز بإذن الله سؤال آخر يا فاروق وليد سليمان استبعاده من القايمة للموراة الثالثة تريبا على التولي هل الموضوع بيتعلق بإصابة ما أم رؤية فنية لا يا أمير ما فيش أي إصابة خالص بالعكس يعني وليد سليمان في البداية كلامه ده واحد من اللعيبة اللي كان موجود بيتكلم مع اللعيبة يعني ودي نقطة مهمة جدا يا أمير وقايت أن أنت أعصرت هل ده الأمر وليد سليمان خلاص زمان تعارف يا أمير أنه خلاص أعلم مع نهاية الموسم إن شاء الله عاقزاله لكن دوره في الفترة الحالية ولا حيزود وليد وليد كده كده ما شاء الله تاريخه عظيم يعني مع الأهل بالضبط يا أمير لكن حرصه النهاردة أنه يجمع اللعيبة مع كابتن محمد الشناوي مع أيمن أشرف مع عرامة ربيع ويتكلموا خلاص عايزين مباراة سانداون والنعيبة بتتعاهد إن شاء الله أنها تحقق نتيجة كبيرة إن شاء الله نتيجة عجبية في منافوزة على المريخ السوداني وتحقق الانتصار الجماهير إن شاء الله على موافوزة هناك في جنوب أفريقيا رغم صعوبة المباراة وصعوبة يعني تلاحم المباراة لكن ده الوعد ده دور وليد سليمانيا يا أمير يعني الأمر كله بيتعلق الرؤية الفنية البس المستر بيتس وأكيد في حالة الحاجة إليه هيتم استدعاء طبعا في قوائم مباراة مختلفة قادمة يعني ده أمر مؤكد يعني النواقمة فنية كبيرة طبعا بالضبط ومستر بيتس مش ماني يعني تكلف كلامه مع الوليد بيشيد بدور وليد ووقت الاحتياجي في أي مباراة من المباراة القادمة كابتن وليد سليمان يكون واحد من اللعبة بس بي جاي ووقت من الأهلي يحتاجه وليد سليمان بيكون موجود أكيد أنا بشكرك فاروق شكرا جزيلا زي بنا العزيز فاروق صلاح مرئيس القناة الأهلي كان موجود في مران النهاردة وطمننا بشكل كبير جدا على استعدادات الأهلي لمباراة الغد أمان فارق وإن شاء الله الأهلي يكون موفق في هذه المباراة هروح لفاصل بعد الفاصل نرجع نكمل استنون لسه مع أخبار الأهلي المرة هذه هناخدها من السوشيال ميديا ونعلق عليها ونبتدي بحساب كرة بلاس على تويتر واللي بيقول مصدر بالأهلي قال لهم أو بيكشف لكرة بلاس كواليس مدار بين موسيماني واللعبين عقب الخسارة من سنداونز ونحن أقول على حضراتكم النقاط اللي هما كتبينها يعني هي أقرب للحقيقة بصراحة موسيماني أكد اللعبين على أن الفريق ينتظر أربع مجالات مهمة في أقل من سبعين أمام فارقه ثم المريخ في دور المجمعات وبعد كده بيراميدز وسنداونز موسيماني أعاد كلماته اللي قالها في المؤتمر الصحفي وقال اختارنا الطريق الصعب في مشوار دور المجمعات وعلينا استكمال الرحلة عشان نحق تموح الأهلي بالفوز بالبطولة رقم 11 والثالثة على التوالي وقال إنه هو وصف في قدراتهم موسيماني كان تحدث مع اللعبين في بعض الأمور الفنية خاصة بإهدار الفرص السهلة أمان المنافس كما تطرق الحديث عن تأخر التسجيل في شباك سونداونز وتأثير ذلك على نتيجة في النهاية موسيماني كان طلب الجميع بضرورة عدم التركيز في أي انتقادات كاريجية والتفكير فقط في كيفية تحقيق العلامة الكاملة في المواجهات القادمة وموضوع الانتقادات هو حق مشروع للجميع بس أهم حاجة تكون انتقادات منطقية وقعية وهدفها أنت يعني عايز تساعد الفرق أو تساعد المدير الفرق مجرد أن تعديلات على تشكيل الأهلي بعد السقوط أمام سانداونز يا جماعة أي تعديلات في تشكيل الأهلي في موارات بكرة ما لايش أي علاقة بالخسارة أمام سانداونز يعني يكون ليها علاقة بالرؤية فنية تمام وليها علاقة بجانب الخاص بالإجهاد والروتيشن اللي ممكن يعمله المدير الفني المسلماني بكرة عشان تجنوب الإجهاد وقبل موارات المريخ وكمان هل ده معنى أن موارات فرقه وسهلة وعادي لا طبعا ماتش صعبة فبالتالي هي فترة كلها صعبة وطراحة جاز فني إزاي بقى ينجح في التعامل مع الفترة دي ده اللي حنشوفه لأن فعلا عندنا جاز فني مميز لكن يعني أي تعديلات هتحصل بكرة ما يش علاقة بأن اللعيب أسر مثلا أو لعيب مش عارفين كمان ده مش صح يطلق طيب خلينا كمان نروح للوطن سبورت بص بقى الخبر أو السياغة بتاعت العنوان عاملة إزاي ما هو لازم تبقى كعش تشدك لو عد على قراء إلحق بص مسماني يهدد أحمد عبدالقادر بالسبعات من تشكيلة الأهل يقول أصلا أحمد عبدالقادر ما كانش حلو في المطش أصلا هل بيتم تقييم اللعيبة بالقطعة بالمباراة طيب هل ممكن يكون في ملاحظات من مسماني في الجانب الفاني الخاص بأحمد عبدالقادر وارد هو أحمد عبدالقادر يعني لعيب جامد جدا بس ما فيش لعيب ما بينقصوش حاجة ميسي نفسه رونالد أي حد أو خلينا فأي حد وارد يكون عنده نواقص محتاج يزودها فبيبقى خلي بالك عايز تعمل مثلا دور الفلاني عايز تخلي بالك من كذا لعب الكرة الكلام في الإطار ده لكن حد التهديد خلي بالك ما فيش كلام ده خالص ما بيحصل ش يعني فده فيما تعلق بالخبر ده خلينا نروح لخبر آخر ده من حساب يقوله رئيس المريخ السوداني اللي في الجول تصراحات خاصة يعني لا صحة لنقل المباراة الأهلي لجنوب أفريقيا وصل قام المباراة في القاهرة وده أمر حقيقي طبعا ومؤكد والمريخ هيرعب في القاهرة وبصراحة هي فرصة بالنسبة لنا جيدة يعني أو بتدينا أفضلية أكتر إنه نلعب مباراة على أردنا بس لازم برضو نخلي بالنسبة بتلعب برا ولا حتى جوه فدي جزئيات مهمة اليوم السابع في نفس السياق يعني المريخ يعني المواقف النهائي من مواجهة الأهلي في القاهرة وطلب جديد هم قالوا إنه هم حيلعب في القاهرة بس هم بيطلبوا إنه يكون في جماهير سودانية في المباراة ده طبعا بصراحة حقهم كامل يعني المباراة بتاعته هم والهلال ده أمر المفروغ منه فحقهم إن يكون في جماهير في هذه المباراة الله أعلم بقى ده أمور تتعالج بالجوانب الأمنية والقرارات الزي دي نروح لخبر آخر وده من بوابة الأهرام على تويتر تخطيط الأهلي توصي بتجديد عقد أفشغ شريف وياسر إبراهيم تلت مؤسم وهم لعيب أكبار لكن ما عنديش تعليق على الخبر ده لأن كل حاجة بقى في وقتها أو كل قرار بالشبه ده بيبقى في وقته بشكل مدروس إمتى نقدر نفتح اللايبة في حاجات زي كده إمتى ما نفتحش لأن نستنى المرحلة دي يتعدي كلام من ده فكلها حسابات يعني فأكيد وارد جدا جدا أنت بتكلم على ثلاثة أساسيين في الأهلي وتلاثة نجوم تقليل قوي وبرزين ومؤثرين وكل شيء فكل شيء بس اللي حيبقى في وقته يعني ده أمر مؤكد طيب هنروح لفاصل بعد الفاصل نرجع نتكلم في بعض الأخبار الأخرى اللي بتتعلق بالشك المحلي والعالمي فاستنون تعالوا نروح للترند المحلي والأخبار اللي بتتتعلق بمنتخبنا فمرحلة هي الأهم بالنسبة للمنتخب إن شاء الله يكون موفق فيها وهي مرحلة الاستعداد لمواجهتي السوداء أو عفوا السنغيل بتصوكس العالم نبتدي بوابط الأهرام على تويتر قالوا رايان وكوكا يدخلان حسابات جهاز منتخب مصر قبل مواجهة السنغال وده يعني أمر أكيد لأن رايان كان غايب للإصابة في الدوري التركي بسبب يعني إصابة عادت مع مدة شهر ورجع وشارك مؤخرا نزل في الديه 87 حيال كده فخب بعض الدقائق واحدة واحدة المطشط الجاية أكيد حيظهر إن شاء الله يتقلق وبإذن الله دوري التركي برضو فماشي بشكل كويس ومن الوارد جدا نستدعقه فأكيد معظم أو كل اللاعبين في حسابات الجزء الفني إنه هو عايز يشوف أفضل تشكيلة يقدر يلعب بها المطشين بتوع السنغال أو أكتر مجموعة تكون معاها تساعده في تحقيق الهدف المطلوب يعني طيب يلا كورا حسوموا على تويتر بيقولوا مصدر بالكافل يلا كورا بصحلوا الخبر ده بصراحة اتجاه الاستعانة بحكام من خارج أفريقيا بتصوات مونديال 2022 لجنة حكام كاف تواجه مشكلة في توفير عدد الحكام الذين سيديرون مباريات الدور الفاصل للتصوات الأفريقية المؤهلة للمونديال لسيما فيه ظل نقص عدد الحكام المميزين في استخدام تقنية الفيديو اللي هو الفار يعني في الأدوار دي أو الدور ده تحديدا يعني فبصراحة هايبقى الأفضل يبقى أريح يجيب حكام كده ممتازين من أوروبا سواء على الفار أو حكام ساحة أو اللي هم حكام الرايا المساعدين يعني يبقى أحسن يبقى ريحت فاخدين بالكم وبعدل الكلام الكريم نحن شوفنا مستوى التحكم الأفريقية في كاس الأمور الأفريقية وشوفنا الأمور ماشية ازاي حتى في دورة أبطال أفريقيا حاجات كتير جدا صعبة يعني يعني الأهل تضرر مثلا وأكيد أندي كتير جدا تضررت في بعض الممورات الأخرى يعني في مختلف المجموعات فإيه بقى أفضل بصراحة لو ده حصل يبقى خبر كويس جدا طيب خلينا نروح لخبر آخر في العالمي كده احنا خلصنا محلي خلينا نروح ليه الترند العالمي لأن طبعا احنا فرحانين بنجمينها لمصر محمد صلاح بعد مفاذ بالكرباو كب بتول الكاس الرابطة الإنجليزية ونبدأ بحساب ليفر بول على تويتر محمد صلاح صورة ليه هو ماسك الميدالية الزهبية بتاعته بعد الفوز بالبطولة على حساب تشيلسي برقلات الجزاء الترجحية بعد مباراة كانت ممتازة ممتاحة جدا جدا يعني أحد أنت مستمتع وهي دي الكرة الإنجليزية وهما دول توماس تخل ويورجان كلوب مدربين كبار قوي فتعليق ليفر بول أو الحساب الرسمي ليفر بول على تويتر قاله تدوم الضحكة يا ملك وهو طبعا نجمي كبير جدا وأسطورة من أساطير كرة القدم كمان حساب سكواكا فوتبول على تويتر بيقول الألقاب اللي فاز بيها محمد صلاح في مسيرته الدور الإنجليزي دوري أبطال أوروبا السوبر أوروبي كأس العام الأندية كأس الكارباو اللي خدام بارح أفضل لعب في إفريقيا مقدمة من كاف أفضل لعب في إفريقيا مقدمة من بي بي سي أفضل لعب في السنة مقدمة من الاتحاد الإنجليزي جائزة بوشكش لأفضل هدف في العالم أفضل لعب في الموسم بالدور الإنجليزي الحزاء الزهبي اللي هدى في الموسم في الدور الإنجليزي مرتين كمان مش مرة واحدة وخد كمان أفضل لعب في سويسرا وخد الدور السويسري مرتين يعقب كتير جدا فاز بيها محمد صباح في مسيرته لكننا عايزين المزيد كمان لأن بصراحة احنا بنستمتع ومحظوظين أن احنا بنعيش فترة فيها أسطورة مصرية تتألق وتتوهك في الكرة العالمية طيب خلينا كمان نروح لخبر آخر وده من خلال حساب البريمير ليج على تويتر والذي بيقول أنه فقط محمد صلاح اللي قدر يصنع عشرة أهداف هذا الموسم وهو الوحيد الذي تقطع ميكايل أنتونيو مهاجم طبعا ويشتام في صناعة الأهداف برصيد سبع أهداف بس هنا لو بيتكلموا على يعني مجمل الصناعة في صلاح عشرة وبعده ترينت أليكساندر أرنولد 9 وأعتقد كمان روبرتسون 9 يعني فماشي ده خبر من ضمن الأخبار بس احنا مش هنعدل على حساب البريمير ليج يعني ماشي خلينا نروح لحساب EPL World على تويتر والذي نشر صورة للاعابة شلسي وما بيواسوا طبعا كيبة حارس المرمى اللي نزل على حساب إدوارد مندي ونسبة إدوارد مندي عشان فحنا نعمل في ماتشي سنجال الرجل يا جماعة بيصد كور مش طبعا بيصد كور يعني هي مفروض جون بيطلحها ازاي أنا مش عارف ماشاء الله عليه يعني بس ان شاء الله ما يبقاش موفق في ماتشين مصر فالمهم هنا زي ما حراركم شايفين في الصورة كيبة نزل على حساب مندي عشان ضربات الجزاء الترجحية مصدش ولا رقلة وضيع الرقلة بتاعته وخسر فرقته فالعابة تشيلسي بيوسوه يعني بس أنا كنت شافي ان هو بصراحة قرار خاطئ جدا من من توماس طوخل لان انت عندك إدوارد مندي مميز في ضربات الجزاء شوفناه قدام مصر في نهاية كاسل وقفر كاف ضربات الجزاء الترجحية كان متقلق برضه ف يفوز الفريق معا ويخسر معا وهي دي قرة القدم في الحقيقة طيب خلينا نروح لي كليان مبابي وده من حساب في الجول على تويتر بيقوله بناء على يعني تقرير من صحيفة الكبل فرنسية بسبب رقم كافاني مبابي منفتح على التجديد مع بريسان جمال ونحن عارفين تقرير كتير جدا بتربط كليان مبابي بريل مدريد وانه بعد معاعدة يخلص هذا المسلم هنتقل في صفقة انتقال حر ريال مدريد واغراءات من ريال مدريد واغراءات من بريسان جمال اللي بيحاول انه هو يعني يبكي على اللاعب فبالتالي مبابي تخطى إبرايرون فيتش الهداف التاريخي التاني للنادي برصيد 156 هدف لكنه بيطمح وده اللي مخليه منفتح وانا ما اعتقدش يعني في ان تخطى إديسون كافاني الهداف التاريخي للنادي برصيد 200 هدف ومبابي قرب يعني رجل ما شاء الله كل ما شر بيجيب أهداف قد كده هو اللعيب عالمي يعني حتة حصوله على أحسن لعب في العالم ده موضوع وقت مش أكتر يعني أكيد في سنة من السنين لم يكن أكتر من سنة كمان هيفوز بقى أفضل لعب في العالم ده فيما تعلق به الأخبار المحلية والأخبار العالمية اللي تطرقنا لها في حلقة اليوم هاخد بقى تفاعل حضراتكم معنا من كلال سؤال حلقة المهاردة في خط الدفاع كريم فؤاد ياسر ياسر مش موجود يا محمد خلاص بر القايمة محمد عبد المنعم ومعلون في الوسط يانجل سليح سين الشحات أفشا ميكي سوني وفي الهجوم حسام حسن أهلاوي وأفتخ طيب ده كان توقع محمد جميع فتحي زدان قال أتمنى راحة التشكيل الأساسي كله واللعب الودلاء لتدارك ضغط المباراة وتحسينه والعيز روف وبروحهم وتصممهم إن شاء الله الفوز حلفنا ربنا يوفقنا قدي إيه القصة صعبة قدي إيه القصة صعبة وفي نفس الوقت أنت عندك الكم الكبير من اللاعبين المميزين وشوفنا الكلام ده وبصمنا بالعشرة في كاس العامل الاندي كل اللي بيلعب أي حد بيلعب هو فعلا لعيب كبير يقدر أن هو يعني يمثل النادي للأهلي يعني ده أمر مؤكد خلينا كمان ناخد خلود رمضان واللي توقعت تشكيل وقالة الشناوي في حراسة المرمى هاني محمد عبد المنعم رامي ربيع ومعلول في خط الدفاع حمدي فتحي والسلاية في نص الملعب تاو وأفشا وعبد القادر وقدامهم حسام حسن ده توقع خلود خلينا كمان ناخد توقع أيمن الوقاد والقال الشناوي في حراسة المرمى معلول وياسر وعبد المنعم وهاني ياسر بره خلاصت قيمة بسبب الإصابة وعنده إجادة في العدر الخافية إذا ما عرفنا وفي نص الملعب عبد يانج وفتحي وأفشا قدامهم عبد القادر وحسام والشحات أو تاو يعني كلها قيارات مفتوحة وموجودة ومطروحة قدام مستر بيتسون وثماني هو قدر مننا بكل شيء في الاختيار الأنسب اللي يناسب النادي الأهلي في مبارات فارك وهذه المبارات قوية الهمة جدا في بطولة الدور الأهلي من خلالها بيحاول يواصل انتصاراته في هذه البطولة وبيحاول بإذن الله أنها تكون محطة من المحطات اللي تساعد في استعادة هذا اللقب الغالي عند جمهور النادي الأهلي بإذن الله مستماني يكون موفق بإذن الله اللعبة اللي احتلالة تكون موفقة عشان تبقى انطلاقة جديدة للنادي الأهلي في أكتر من بطولة إن شاء الله بنفسها اللي تحققها خلال الفترة اللي جاية وكلنا سكة كبيرة جدا في الجهاز الفني واللعابين إن شاء الله بإذن الله يفرحون كل جماهير النادي الأهلي دي كانت تفاعلات حضرتكم ودي كمان كانت حلقتنا النهاردة من برنامج التريند استنونا في حلقات أخرى جديدة من نفس البرنامج وبإذن الله قبل مختن كل التوفير للنادي الأهلي مرات بكرة وتبقى ثلاث نقاط جديدة في مشواره في بطولة الدوري وحلقة جديدة قريبا بإذن الله إلى اللقاء